عقب مثوله أمام محكمة ميامي الفيدرالي أكرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفيه للاتهامات الموجهة له في قضية الوثائق السرية وأمام حشد من أنصاري في نيوجيرزي وصف ترامب الرئيس جو بايدن بالفاسد لأنه يحاول بحسب وصفه سجن خصمي السياسي بتهم وصفها بالملفقة معتبرا بأن الاتهامات ضده تعد أسوأ الاستهداف وهي تدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة ترامب اعتبر أن لائحة الاتهام الموجه ضده هي استغلال للسلطة وأنه ملتزم بالقانون الرئاسي الذي يسوح له بالاحتفاظ بالوثائق ترامب شن هجوما لاذعا على الرئيس بايدن وإدارة إلى فتن إلى أنه تعرض لأسوأ استهداف في تاريخ البلاد ترجمة نانسي قنقر